ناورت أنقرة أياما قبل أن يفضح رئيسها رجب طيب أردغان ما كان قد خطط له من قبل هو لن يسحب قوته من العراق توقيت الإعلان اختير بدقة فجاء بعد لقائه برئيس إقليم كردستان مسعود البرازان أنقرة التي رأت نفوذها يتضال في شمال سوريا من خلال هزائم الجيوش والتنظيمات التي تدعمها بدأت تشعر بوطأة فشل مشروع المنطقة الآمنة في الشمال السوري ثم خسارة تاريخ من العلاقات مع روسيا في أزمة بالغة الحساسية تنظر بأيام لا تسر أي طرف في المنطقة أنقرة هذه لم تجد سوى دفع التوتر إلى أقصى باحتلال أراضي عراقية لتحقيق ما تره أهدافا مشروعة في صراعها المتعدد لإتجاهات أولا تقسيم الصف العراقي طائفيا وعرقيا حول الموقف من وجودها في العراق ثانيا إعادة تثبيت صورتها كطرف فاعل في الصراع ووضع خطوط حمر أمام الحلم الكردي بربط مناطق سيطرتهم من العراق إلى سوريا ثالثا وبحسب خبراء في الشؤون التركية توزيه رسالة إلى إيران وروسيا بأنها حاضرة وذات نفوذ ودور في منطقة أخرى غير سوريا بل ربما قادرة على أن تمارس فيها دورا أكبر من سوريا جراء العلاقة مع سنة العراقي والبرزاني بحسب استنتاجات بعض المراقبين حسم تركيا قرارها وتعاليها على قانون الدولي كما على مطالبة بغداد لأكثر من مرة بسحب قوتها لا يعنيان بالنسبة للمطالعين على شأن التركي إلا توجه أردغان إلى المغامرة بأمن واستقرار المنطقة أملا بفرض إرادته التي تعود في خلفيتها إلى زمن السلطنة العثمانية زمن الحرب العالمية الأولى حين انتزع البريطانيون منها ما كانت تسميها ولاية نينوى وعاصمتها الموصل اشتركوا في القناة